الجزء الثاني من سلسلة جمع المفيدة في المحادثات الروسية أنا محمد الحاج وهي قناة تعلم اللغة الروسية بسهولة طيخ لي أغسالة فيك من جديد ونبدأ بأول تعبير واللي أنا شخصيا بستخدمه بشكل كبير وهو هذا التعبير ممكن تستخدمه حتى تعطي الشخص الآخر شعور بالأمان أو حتى طمنه ممكن نستخدمه مع الضمير بشكل مباشر ننتقل للتعبير الثاني وهو هذا التعبير ممكن تستخدمه في حالتين في الحالة الأولى لما تتمنى لشخص الصحة أو تتمنى له دوام الصحة وفي الحالة الثانية لما يعطس شخص في المكان وزي كأنك تحكي له باللغة العربية يرحمكم الله بوتي زدروفي وهي الصغة الرسمية عند مخاطبة الشخص أو عند مخاطبة مجموعة من الناس أما في الصغة الغير رسمية إذا بتخاطب ذكر ممكن تحكي بود زدروف كن بصحة جيدة أو إذا بتخاطب أنثى ممكن تحكي بود زدروف كوني بصحة جيدة وفي الحالة الثانية زي ما حكينا عندما يعطس شخص في المكان نحكي له بوتي زدروفي يرحمكم الله ننتقل التعبير الثالث وهو شتو بي ني سلوشلس شتو بي ني سلوشلس مهما حدث هذا التعبير يمكن تستخدموا حتى ترفع معنوية الشخص لإمامات أو حتى تقدم لو نوع من الدائم شتو بي ني سلوشلس شتو بي ني سلوشلس شتو بي ني سلوشلس ني تيراي ندجدو مهما حدث لا تفقد الأمل شتو بي ني سلوشلس مهما حدث ني سلوشلس لا تستسلم تعبير الرابع عادة تستخدمه لما تلتقي فجأة بصديق قديم أو بشخص لم تراه منذ زمن بعيد كاكيمي سود باعمي كاكيمي سود باعمي والمعنى الحرفي ما الذي أتى بك إلى هنا أو كيف أنت موجود هنا ما الذي تفعله هنا كاكيمي سود باعمي كاكيمي سود باعمي على سبيل المثال رأية صديقي أندري في مكان ما فبحكي أندري كاكيمي سود باعمي فممكن يجاوب يا بدي رام لدي أشغال دروزيا بري غواصيلي أصدقائي دعوني لما شخص يخترح عليك لفعل شيء وانت ما عندك مانع لقبول هذا العرض بتستخدم التعبير الخامس وهو بشي مو بي نيت بشي مو بي نيت بشي مو بي نيت لما لا فانت في هذه الحالة ما عندك مانع للقيام بهذا الشيء بشي مو بي نيت باعمي 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 بشي مو بي نيت لما لا داوي سي غايم بناردي دعنا نلعب بالنرد بشي مو بي نيت لما لا تعبير السادس ممكن تستخدمه قبل توجيه نقد حول موضوع معين أو عند رفض أحد الاقتراحات أو أحد الوروض وبنفس الوقت بدك ما يزعل الشخص المقابل بيز أبيد بيز أبيد بدون زعل دعنا نذهب إلى الحديقة أو إلى المنتزه ليس لدي وقت بيز أبيد بدون زعل بيز أبيد نو ياماقو إيتا لوتشي سديلت بدون زعل لكن أنا أستطيع فعل هذا بشكل أفضل تعبير السابع هو مع من هذا لا يحدث سكيم نيبو فيت والمقصود هنا أن هذا الشيء يحدث معنا جميعنا لا داعي للقلق سكيم نيبو فيت على سبيل المثال هو لم ينجح بالامتحان فأنا هون ممكن أقول سكيم نيبو فيت مع من هذا لا يحدث أنا أقصد أنه جميعنا ممكن ما ننجح في الامتحان هذا يحصل مع الجميع أنا أباسدالا نابويز هي تأخرت على القطار سكيم نيبو فيت مع من هذا لا يحدث ون بسكال زنولسا هو تزحلق سكيم نيبو فيت تعبير الثامن وهو إي تاك دالي إي تاك دالي إلى آخره على سبيل المثال الأرقام من واحد إلى عشرة один دوا تري چتير إي تاك دالي إلى آخره رسكجيتي أسيبية حدثني عن نفسك كاك وزاوت ما هو اسمك كيم وي رابطايتي ماذا تعمل سكولك وام لت كم عمرك إي تاك دالي إلى آخره رسكجيتي أسيبية كاك وزاوت كم وي رابطايتي سكولك وام لت إي تاك دالي تعبير تاسع وهو تعبير جميل جدا وهو إي تا نيبوشايا ماتماتيكا هذا ليس رياضيات متقدمة المعنى الحرفي هذا ليس رياضيات متقدمة ولكن المعنى المجازي وهو المطلوب هذا الأمر ليس بتلك الصعوبة أو هذا ليس بعلم صواريخ إي تا نيبوشا ماتماتيكا إي تا نيبوشا ماتماتيكا هذا ليس علم صواريخ تابع الأخير وهو مستخدم عندنا أيضا في اللغة العربية وهو يقرأ ما بين السطور والمقصود هنا بالشخص الذي يفهم المعنى الخفي اقرأ ما بين السطور أنا قادر أو لدي القدرة على أن أقرأ ما بين السطور تصريف الفعل أميت يقدر على أو يجيد يا أميو تي أميش أن أنا أميت إتاك دالي إلى آخره نعيد التعبيرات بشكل سريع في نديج نخ روكا بينا أيدين أمينا بوتي здоровي كون بسحة جايدة شتو بي ني سلوشيلاس مهما حادث كاكيمي سودبامي مالذي أتابيكا الهونة بمعنى شبتامالهون بشم بي نيت لما لا بيز أبيد بي دون زال سكيم ني بوائد ما من هذا لا يحدث إتاك دالي إلى آخره إتا ني بوشيا ماتيماتيكا هذا الأمر ليس بتلك الصعوبة تشيتات ميش دو ستروك يقرأ ما بين السطور هذا كان كل شيئ لليوم كالعادة جميع الجمعة رح تكون في صندوق التعليقات إذا كانت درس فيد لا تنسى دعمنا بلايك ضمننا واشترك في القناة قبل ما أختم بحب أوده رسالة شكر شكرا لكل شخص دعمنا كل شخص عمل لايك كل شخص عمل تعليق كل شخص آمن في هذه القناة شكرا لكم جميعا بشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله